بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم ونواصل شرح دروس الصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الأول نص الاستماع إصراري سر نجاحي وذلك من المحور الأول أكتشف ذاتي ومن الموضوع الثالث فكري نص اليوم هو نص استماع بعنوان إصراري الإصرار هو سر النجاح إصراري سر نجاحي أولا فكر اختر الطريقة التي تستخدمها في تفريغ مشاعرك المختلفة التي تشعر بها في بعض الأحيان يعني إزاي بتفرغ مشاعرك لو أنت عندك مشاعر سلبية أو أشياء إزاي بتفرغها حتى تتخلص منها وترتاح هل تفرغ هذه المشاعر في الكتابة أم القراءة أم الرسم والتلوين أم الرياضة أم الغناء أم الغناء إذا لم تكن مشترك وإعمل إعجاب بالفيديو ووكتب تعليقك وشارك الفيديو مع الأصدقاء شارك هذا الفيديو مع أصدقائك في مواقع التواصل المختلفة ذلك يساعدنا على تقديم المزيد افعل ذلك الآن ثم واصل معي الشرح أولا عندما نقول كلمة الإصرار فالإصرار هو بمعنى يعني التصميم على الشيء والثبات عليه ومن خلال شرح هذا الدرس سوف تفهم ذلك بمعنى يعني أوضح الفكرة الفكرة الأولى ريم تأسم البنت اللي معنا بطلت هذا الدرس ريم بنت بالصف السادس يبا هي بنت بالصف السادس كل عام في مدرستها ينتخبون ممثلا واحدا للطلاب طبعا ينتخبون يعني يختارون بيختاروا أو يصوتون لصالح شخص معين ساعدت اسمع كلمة التصويت في الانتخابات خلاص يبا التصويت في الانتخابات معناه لإيه الاختيار يعني يبا ينتخبون ممثلا واحدا للطلاب من صفها يعني من الصف السادس أو أي صف لماذا ما سبب هذا الشخص الذي ينتخبونه ينتخبونه لماذا يبا هنا في تعليل هذه لم التعليل ليرعى شؤون التلاميذ ليرعى شؤونهم ويرعى يعني يهتم ويعتني بشؤونهم طب يعني شؤون يعني أحوال أو أمور ليرعى شؤون التلاميذ ويساعدهم في ماذا في حل مشكلاتهم إبا أولا يرعى شؤون التلاميذ ثانيا يساعدهم حتى أو لا ليساعد ليساعدهم في حل مشكلاتهم وإيصال طلباتهم للإيه للإدارة يوصل طلبات الطلاب للإدارة طب ليه وردو بنتخبوه لأن طبعا مش معقول كل الطلبة هيروحوا للإدارة لا هو بيكون النائب إيه النائب بتاعهم النائب عنهم بيوصل صوتهم للإدارة المختصة طيب ولكي تكون ممثلا للطلاب عليك أن تكتب خطابا تشرح وتوضح فيه الأسباب التي تجعلك الشخص المناسب لهذا المنصب لو أنت عايز تترشح للمنصب ده تكتب خطاب الأول وتبين فيه الأسباب بتاعتك وسيختار التلاميذ ثلاثة من كل فصل لإجراء مقابلة مع مدير المدرسة ليختار هو منهم تلميذا واحدا لهذه المسؤولية إذن التلاميذ تلاميذ الفصل بيختاروا ثلاثة من كل فصل طيب وهذا التلاميذ دول بيتم إجراء مقابلة مع من؟ مع مدير المدرسة لكي يختار منهم بيقابلوا المدير وهو يختار منهم التلميذ المناسب كانت تلميذ هريم في الصف السادس تريد أن تترشح تريد أن تترشح لهذا المنصب للمسؤولية دي طيب تريد أن تترشح في هذه الانتخابات إلا أنها وجدت أن عشرة تلاميذ بفصلها فقط بالإضافة إليها سيترشحون يعني عشرة وهي كده كم؟ إبه 11 من فصلها هي بس خلاص إبه إذن العدد كبير ولم يتم حصر أعداد بقية الفصول الأربعة الأخرى بعد لسه كمان مش عارفين أعداد إيه؟ الفصول الأخر ذهبت ريم لوالدتها قائلة لن أكتب الخطابة ولن أترشح خلاص يعني حصل عندها حالة إيه؟ يأس فمستحيل مع هذه الأعداد كلها يبالأعداد كبيرة مستحيل أن أفوزا هي بتقول كده تعجبت الأم وقالت ماذا بك يا ريم؟ وكيف تتخلينا عن حلمك؟ كيف يا ريم تتخلينا عن حلمك؟ طبعا التخلي اللي هو الترك يعني كيف تتركين الحلم وتفريتين فيه؟ الحلم اللي هي الهدف؟ الذي انتظرته سنوات بإذن دينا منخطب إيه بنت مفردة الذي حلمك الذي انتظرته يا ريم سنوات حتى تصلي إلى الصف السادس وتحققه يعني الحلم ده أنت كان نفسك فيه من زمان أنك تكون ممثلة عن الصف السادس لن أوافق يا ريم وعليك أن تكتبي الخطاب أكمل لكي يكون المترشح ممثلا للطلاب عليه أن يكتب خطابا يشرح فيه ويوضح الأسباب التي تجعله الشخص المناسب لهذا المنصب لماذا تراجعت ريم عن الترشح في الانتخابات؟ لماذا؟ لأنها وجدت أن عشرة تلاميذ بفصلها فقط بالإضافة إليها سيترشحون وحتى الآن لم يتم حصر أعداد بقية الفصول الأربع الأخرى فبالتالي الأعداد بالنسبة لها كبيرة فهي لو ترشحت مع كل هذه الأعداد ظنت أنها لن تفوز الفكرة الثانية تحركت ريم متقطئة رأسها يعني خافضة رأسها يعني منزل رأسها كده في الأرض ولكن المراد أنها ضعيفة ومستسلمة يبقى إذن الحركة دي إنه إيه بيبصر كده في الأرض بيدل على الضعف ولي والاستسلام تحركت ريم وهي متقطئة رأسها بعدما تكلمت مع أمه وبإحباط ها كما قلنا يبا يذل على الضعف والإسلام ولي والإحباط عادت لغرفتها وأغلقت الباب قائلة أنا لا أستطيع أنا لا أستطيع لا أستطيع أنا لا أقدر هي بتخاطب نفسها وأحضرت ورقة وأحضرت ورقة وقلما وكتبت هذا الخطاب أصدقائي وتلاميذ مدرستي أنا لا أريد أن أكتب الخطاب ولكن أمي طلبت مني كتابته إلى اللقاء زميلتكم ريم هي عملت ريم لوقتي هي فرغت مشاعرها الداخلية كيف شجعت ريم نفسها لتكتب خطاب الترشح للمنصب إن هي أحضرت ورقة وكلم وكتبت هذا الخطاب التالي الفكرة الثالثة توقفت ريم بعد كتابة هذا الخطاب وهدأت قليلا هدأت يعني سكنت وقالت في نفسها إذا استسلمت الآن إذا استسلمت الآن ما معنى الاستسلام؟ الاستسلام يأتي بمعنى الخضوع بإذن قالت في نفسها إذا استسلمت الآن يعني إذا خضعت وأنقضت لانقياد والخضوع لانقياد للشيء طيب استسلمت الآن وتخليت عن حلمي وعن هدفي فلن يكون هناك أمل في تحقيقه لو أنت خليت عن هذا الحلم وهذا الأمل في أن يكون ممثلة عن هؤلاء التلاميذ أو الطلاب إبا إذن لن يكون هناك أمل أصلا في تحقيقه أو في الوصول إليه وتنفيذه ولكن إذا حاولت فهناك احتمال في الفوز بالمنصب إبا إذن لو حاولت هيكون في احتمال إنما إذا تخلت عن الحلم إبا إذن ما فيش أصلا أي أمل ولا في احتمال أن هي تحققه طيب إبا الأفضل أن هي تحاول حتى لو فشلت أفضل ما ما تحاولش خالص وبالتالي لن يتحقق وبدأت فعلا إبا إذن هي شجعت نفسها بهذا الكلام وبدأت في كتابة خطابها الحقيقي إبا الخطاب اللي فات لم يكن خطابا إيه حقيقيا ولكن كان مجرد إيه تفريغ للمشاعر فقط بدأت في كتابة خطابها الحقيقي وحين أعلن المعلم حين أعلن المعلم يعني عندما أعلن المعلم عن أسمائي من سيتقدمون للمقابلة فوج أتريم بسماء اسمها بإذن المعلم أعلن عن الأسماء اللي هم سيتقدمون لمقابلة المدير اللي هم قلنا عددهم كانت تلاتة هي كانت من التلاتة بسماء اسمها إذ لم تكن تتوقع أن تكون ضمن الثلاثة المختارين يعني المنتقين اللي هم تم انتقاءهم واختيارهم من الإهم المتقدمين من المترشحين بالفصل ولكن سرعان ما تحول هذا سرعان يعني بسرعة أو سريعا ولكن سرعان ما تحول هذا الشعور إلى قلق وتوتر أول ما سمعت أنها من التلاتة اللي فازوا إذن أصبها في هذا الوقت أصبها القلق والتوتر فكيف ستقابل مدير المدرسة يعني لماذا أصبها القلق والتوتر فكرت في هذا كيف ستقابل مدير المدرسة أقول للمدير إيه وهتكلم معه إزاي خايفة وما الأسئلة التي سيطرحها عليها يطرها يسألني يقول لي إيه وقطع المعلم تفكيرها عندما ناداها لإجراء المقابلة يلا عشان خاطرها تدخل وتقابل المدير وبالفعل قابلت ريم المدير وطرح عليها بعض الأسئلة وطبعا هي ردت وجاوبت وطبعا كلمة طرح الأسئلة يعني سألها يعني طرحها بمعنى ألقى لكن معنى هنا إيه سألها يعني طرح الأسئلة يعني سألها طيب ثم عادت إلى فصلها مرة أخرى الفصل السادس إذن بماذا فوجئت ريم حين أعلن المعلم عن أسماء من سيتقدمونها للمقابلة طبعا كنا أنها فوجئت بأن المعلم أعلنها عن أسماء من سيتقدمون فوجئت بماذا بسماء اسمها وهي لم تتوقع طيب لماذا شعرت بالقلق والتوتر لأنها فكرت في الأسئلة التالية كيف ستقابل المدير وما الأسئلة التي سيطرحها عليها فكرت هذا السؤال الأول وهذا السؤال الثاني الفكرة الرابعة بعد انتهاء اليوم الدراسي انتهى اليوم وخرجت من المدرسة جلسة ريم مع والديها يعني الأب ومع الأم في اجتماع عائلي كما نقول دائما لابد من اجتماعات عائلية حتى يتناقش الطفل مع أمه ومع أبيه ويسأله ويجيب وهكذا في اجتماع عائلي ليتحدثوا عن التجربة طبعا بكسر الإراء يتحدثوا عن التجربة التي مرت بها اللي هو موضوع وكيف استفادت ايه منها التجربة اللي هو بداية من الترشح الترشح لإيه منصب الممثل عن الطلاب والتلاميذ قالت الأم أفتخر بك يا ريم أفتخر يعني أتباهى وأعتز بك يا ريم لماذا؟ لأنك لم تستسلمي فالتحديات تساعدك التحديات معناها الصعاب دي الصعوبات يعني أو المشكلات فالتحديات تساعدك على النموي طبعا لما تيجي تكتب تساعدك تخطب بنت مش تكتب ايه؟ لا هي الكاف وتحتها ايه؟ كسر تساعدك على النمو وعلى التعلم وعلى النجاح أي شيء صعب ومشكلة بتعدي بيها وأي فشل بتعدي به بيساعدك إنك تنمو وتتعلم وتاخد ايه؟ تجربة شيء بايه بتتعلم منه ردت ريم قائلة شكرا لك يا أمي فلولا مساعدتك وإصرارك على اشتراكي الإصرار هو الثبات على الأمر والتصميم وإصرارك على اشتراكي لكنت تخليت عن حلمي بيذن برضو دور الأم ودور الأب إنه هو يصر على نجاح ابنه أو بنته رد الأب قائلا أريد أن أعرف لماذا غيرت رأيك وكتبت خطابا حقيقيا له الخطاب الأخير ولم تستسلمي بيذن هو بيسألها بما أجابت ريم أجابت قائلة إن كتابة الخطاب الأول ساعدتني إن كتابة الخطاب الأول ساعدتني اللي رجع هنا ايه؟ تتكلم على الكتابة نفسها يعني لما كتبت الخطاب الأول الكتابة دي ساعدتها في ماذا؟ في أن أهدأ يبقى إذن هي فرغت مشاعرها فرغت مشاعرها الداخلية من خلال الكتابة أنت كذلك لما يكون لديك مشاعر فرغها بأي طريقة أو في أي هواية تحبه فقد أخرجت مشاعري المشاعر هي الأحاسيس في الكتابة ثم أخذت أفكر في سلبيات الموقف وإيجابياته فكرت في السلبيات والإيجابيات والتنعكس بعض فالاستسلام يعني انعدام الفرصة لو كانت استسلمت ولم تتقدم إبقى إذن هذا يعني انعدام الفرصة لتحقيق الهدف الانعدام يعني الزوال والاختفاء أصلاً يعني لو كانت استسلمت ولم تتقدم للانتخابات إبقى إذن ما فيش فرصة أصلاً للنجاح لأنها لم تتقدم رد الأب مبتسماً أحسنتي يا بنيتي برضو أحسنتي تيأ وتحتها إيه كسر أحسنتي يا بنيتي بنيتي تصغير كلمتي ابنة إبقى هو كده الدليل على الحب يعني والشفقة ولقد أعدت أمكي كعكتكي المفضلة عما يتلك الكعكي المفضل للاحتفال بهذا النجاح إذن الأم كافأتها إبقى الطفل لما يعمل حاجة لابد إن إحنا إيه نكافه بأي حاجة بيحبها فقاطعته ريم قائلة قاطعت الأب نجاح هو بيقول لها للاحتفال بهذا النجاح هي طبعاً تقدمت للمدير ولسه من ضمن التلاتة هل هي هتفوز ولا الاتنين اللي كانوا معاها لسه مش عارفين فهو بيقول لها نجاح فيستغربت نجاح نجاح يبازل نشوف بعدها علامة تعجب ما زلت لا أعرف النتيجة يا أبي أنا لسه معرفش النتيجة أنا فوزت ولا لا رد الأبو النتيجة ليست مهمة الأهم هو السعي والمحاولة وعدم الاستسلام احفظ الكلام ده مهم يبا إذن الأهم في الموضوع هو إنك تسعى ما هو السعي اللي هو العمل يعني إنك تعمل يبا السعي والمحاولة هي حاولت ولم تيأس وعدم الاستسلام يبا ليس المهم النتيجة ولكن المهم السعي اسعى والنتيجة زي نتيجة تيجي بها وإذا لم تفوزي هنا بقى دي اسمها هي الخطاب بتتصل بالفعل تفوزي فكيف يكفي أنك ثابرتي واستفدتي طبعا المثابرة معناها المواظبة والدوام على الشيء والاستمرار عليه دي معنى كلمة المثابرة فيكفي أنك ثابرتي واستفدتي من التجربة طبعا تكتب بقى ثابرتي بإيه بالث مش بالصاد واستفدتي من هذه التجربة فهذا في حد ذاته نجاح يبا إذن هو سمى ذلك نجاح وقال له الاحتفال بهذا النجاح سماه نجاح لماذا بسبب السعي والمحاولة وعدم الاستسلام من ريم وهذا يستحق الاحتفال يبا نحتفل منجرد أنك حاولت وسعيت قالت ريم كلامك صحيح يا أبي فلنحتفل معا طبعا قصة جميلة ومتعة ما سبب فخر والدة ريم بها طبعا أفتخر بك يا ريم لأنك لم تستسلمي اللي هو برضو الكلام ده اللي هو لأنها سعت وحاولت ولم تستسلم كيف ساعد الخطاب الأول ريم أن هي أخرجت مشاعرها في الكتابة ثم بعد ذلك أخذت تفكر في السلبيات والإيجابيات إنه حقا درس جميل نستفيد منه ينتخبون معناها يختارون ويصوتون لصالح كذا أو لصالح فلان يصوتون له يعني يرعى يعني يهتم أو يعتني شؤون معناها أحوال وأمور تتخلين يعني تفرطين وتتركين متقطئة رأسها هي معناها خافضة لكن المراد هنا هو الضعف والإيه والاستسلام طيب هدأت معناها سكنت وطبعا هدأت الهمزة هنا اللي هي ديت المتوسطة أو هي اعتبرت متطرفة باعتبار هدأة المهم هذه الهمزة ترسم على إيه؟ ترسم على ألف هكذا الهمزة تكتب على ألف وهذه تا هي تا التأنيس بنستخدمها مع البنت هدأت سكنت لو ولد هدأة أو سكنة طيب استسلمت هنا بقى دي تا الفاعل يبقى هنا تا التأنيس سكنة أما تا الفاعل ايه متحركة تا الفاعل سواء بقى استسلمت أو استسلمت أو استسلمتي هكذا يعني ضم أو فتح أو كسر دي تسمى تا الفاعل يبقى تا الفاعل لها ثلاث أشكال ضم أو فتح أو كسر طيب استسلمت معناها ايه انقطت اللي هو الانقياد اللي هو أننا ايه يعني خاضع وبمشي ورا واحد كده وانا ايه وانا مسلم له بس تسلمت ونقضت وخضعت تحقيق تنفيذ وإنجاز والوصول إلى قال بك إنجاز بالإيه بالزاي تسمى لإيه حرف الإزاي وليس الزال الصغيرة لا المختارين يعني المنتقين اللي هنا يسكن والقوف مفتوحة المنتقين من الانتقاء اللي هو المختار يعني اخترنا الشخص ده يعني انتقناه من الباقين كلمة سرعان أو سرعان بفتح السين المرد سريعا أو بسرعة الشعور معنى الإحساس طرح الأسئلة هو يعني إلقاءها خلاص ولكن الأفضل يعني معناها إيه سألها يعني إن أنا أطرح الأسئلة يعني إن أنا أسأل الأسئلة بعد ذلك كلمة أفتخر يعني أتباهى وأعتز التحديات المرد بها الصعاب والمشكلات الصعوبات والإيه المشكلات إصرار هو الثبات على الأمر وأيضا كما كلنا الإصرار بمعنى ليه التصميم على الشيء مشاعر أحاسيس إنعدام اختفاء أو إيه أو زوال السعي المرد به العمل يستحق معنى يستوجب طيب يستحق فعل مضارع يبدأ بالإيه بالياء ياء المضارعة فعل مضارع وكذلك إيه يستوجب أفتخر وأتباهى وأعتز مضارع بس هنا بيبدأ بالإيه بالهمزة وخالبك هذه الهمزة طبعا الحرف ده اسمه همزة مش بنونا عليه ألف خلاص دي هذه همزة تقطع همزة إيه قطع الهمزة ترسم وتكتب فوق الألف إذا كانت إيه مفتوحة أو إذا كانت مضمومة هذه الألف ألف وصل يعني لا تكتب همزة خطأ استسلمت وانقضت ألف وصل طبعا استسلم وانقاض وخضع ده فعل إيه فعل ماضي هدأ وسكن فعل ماضي إنما تتخلين وتفرطين وتتركين ده فعل مضارع يرعى ويهتم ويعتني مضارع وهكذا ينتخبون كل أفعل مضارع المضارع يدل على حدث ما زال إيه يحدث ومستمر يفيد التجدد والاستمرار أما الفعل الماضي هو حدث وإيه وانتهاء إغلق عكسها فتح يرعى عكسها يهمل مستحيل عكسها ممكن لو شيء مستحيل لبا شيء ممكن أفوزه أخسر طبعا ده برضو مضارع يبدأ بالهمزة أمل إحباط ويأس طبعا ده تنوين بالضم يعني ضمتين هكذا المزيف يعني الحقيقي عكسها المزيف هو الإيه والخيالي وطبعا المزيف هي مشددة وليحرف المشدد بحرفين إحباط عكسها أمل وتفاؤل المختارين المستبعدين عكس قلق اطمئنام عكس النجاح الفشل سلبيات إيجابيات طيب إن عدام عكسها إيه وجود وطبعا السلبيات اللي هي الصفات يعني السيئة أما الإيجابيات اللي هي معناها الصفات الإيه الحسنة المفرد وجمعه الباب الأبواب الصف الصفوف عام عام أعوام طبعا ده بيسموه جمعي جمعي تكسير طيب ممثل ممثلون هنا بقى ده جمعي جمع مذكر سالم اللي هو بزيادة لو والنون أو اليأوي النون طيب خطاب خطابات ده جمعي مؤنس سالم بالألف والتاء منصب مناصب ورقة أوراق أمل أمال ده همزة قطع إنما دي هنا ألف اللي هي أي مد همزة المد والمادة هذه لما تلاقيها كده بحرفين مش بحرف واحد الفرصة الفرص الفرصة هذه اللام قمرية الهدف اللام أيضا إيه قمرية إنما كلمة الصف شمسية القمرية اللام القمرية تنطق وهي ساكنة أما اللام الشمسية هي نطق الحرف الذي بعدها إيه مشددا وطبعا اللام نفسها لا تنطق الصف طيب الهدف الأهداف كعكة كعكات وكعك النتيجة النتيج النا يبقى هنا برضو الشمسي الطلاب الجمع مفرده طلاب جمع يبقى المفرد الطالب شؤون شأن التلاميذ التلميذ المشكلات المشكلة طلبات طلب الأسباب السبب المختارين المختار طيب بعد ذلك الأسئلة السؤال طبعا لاحظ السؤال ها ترسم الهمزة على إيه على واو الحرف اللي قبله إيه مضموم السؤال التحديات التحدي سلبيات سلبية إيجابيات إيجابية لاحظ الهمزة تحت وهي إيه مكسورة طبعا دي همزة إيه قطعة هذه تاء مفتوحة وهذه تاء مضمومة طبعا تاء مربوطة يعني عليها إيه عليها نقطتين هكذا إلى هنا نصل إلى ختام هذا الشرح نلتقي قريبا بإذن الله في حل الأنشطة في الختام شكرا لك يا صديقي على المتابعة ولا تنسى الاشتراك ومشاركة الفيديو إلى اللقاء شكرا لك يا صديقي قريبا بإذن الله えて